طبعاً صوت يعني وحشنا أولاً مجد القاسم لما غنى في التسعينات كان الحقيقة مميز طول الوقت مميز بأغنية كان برضو التسعينات هي بداية الفيديو كليب كلها الحلوة كان عنده أكتر من فيديو كليب حلو عنده مشاريع غنائية لطيفة دي وحلوة حاجات كتير يعني جيل التسعينات هيكون فاكر قوي قد إيه كان مجد القاسم شبهوه في البداية بفهد بلان لكن هو اختار طريقه هو هو صوت طبعاً جبلي الصوت السوري الحلو تسمع موال بقى وانت مبسوط تسمع غنى حلو تسمع بقى مقامات صوت مظبوطة مجد القاسم يعود للغنى المطرب مجد القاسم في ديافة التسعي مساء الخير يا مرد حبيبت يا مدام شافك تساميلي نورك وبعدين إيه الاختفاء ده لا إن شاء الله راجعيني بحاجات حلوة قوي بإذن الله وتبقى عودة حميدة إن شاء الله العودة دلوقتي يعني أنت كنت محزوز في التسعينات بداية الفيديو كليبس وأغاني شبابية وأجواء وشرايط كاسد وبعدين السيديهات العودة دلوقتي بقى مع السوشيال ميديا آه بالزبط معاك ولا ضدك آه بص يمكن إحنا فهمنا اللعبة اللعبة السوشيال ميديا في الآخر يعني لأنه خلاص كنا تطبعنا على على الكاسد وعلى السيدي وعلى الحاجات دي فجت زي ما تقولي أطعى واحدة كده غيرت الدنيا كلها مع طبعا ظهور النت وظهور السوشيال ميديا والحاجات دي آه قلبت يعني قلبت كل جيل بتاعنا جيل التسعينات آه كان مش عارف يروح فين حصل له بوز كده بالزبط كده مش عارف يروح فين آه اللقوة طب أهم شي كده ولا كده أروح فين وبنفس الوقت حصل تغيير يعني تغيير بشكل فظيع بشكل المزيكة فجيل التسعينات متعود على المزيكة وعلى الغنى وعلى الكلمة وعلى اللحن وحاجات دي فجأة لقينا نفسينا يعني حتى اللي بنسمعه يعني حتى مش قادرين نفهم الكلمة الكلام اللي بتقال إيه آه فأنتي حتجاري ده إزاي آه فقلت نبعد شوية نبعد لغاية ما نعرف الدنيا بالزبط كده